اشتركوا في القناة 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 صلاة النبي اشتركوا في القناة 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 سيبك منها يا أخوي دي مرة مخلولة وأنت خلاص بجيت مقطوع بأرض حماك وأشغاله وبتسلى يا أخوي وأنت حسني في حاجة وما لجتنيش الأمام مش وقته وأني لازم أتكلب معاك ومع تنبل أخوك اللي أفعاله وعمله في كفر الشيخ سمعت في المدرية كلها بس أنا مش زي شهر وأنت تفرج عنه إيه اللي أفكرني مش عارف أخبارك وأخبار صهرة قليلاتي عند بورتوس في عزبة السخاوي يا بني بس 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 مش وقته ومش هنا حاضر يا أخوي بالإذن أم جبريل نعمين يا سيدي العم تعبناك معنا فديدة ياخد عدويناك ومن يد من أعدامه يا أصفر الله العظيم خديك ربنا يشبر بخطرك ويعلي ما ربك جدر يا كريم استني يا إيه مع السلام يعني البرنسيسة مش هتعوزني تاني لا تاني ولا تالت الهاني من سفرة مصر وهيشوفوها حكم بشاوات مفاجأة؟ مفاجأة إيه دي لح تبقى أحلى من مفاجأة النعاردة؟ صحيح يا أميرة فرحانة بل في بطنك فرحانة وخايفة في نفس الوقت خايفة من إيه؟ أنا مش قلت لك ما حدش حاجة ربلك وتسفرني مصر؟ مصر تاني أنا مش قلت أفكر وإنا ديتك وقت كفاية بقى لك ربع ساعة بتفكر مستعجلة على رأيه في سفرك ومش مستعجلة على المفاجأة اللي أنا محضرها لك لإني مش عشمانة في مفاجأة بجد للدرجقة دي مستخد فيها تقل لا والله يا توحة مش مسألة تقل بس حيبقى في إيه عندك تاني تدهولي أكتر من لدي تهولي فعلا أنت بجد مش خليني عوز حاجة ولا أحلم بحاجة وبعدين أحسن حاجة حصلت إن أنا دلوقتي شايلة ابنك أو بنتك ومقولت لك إن بالنسبة لك يمكن يكون في حاجة أهم بجد؟ طب إيه؟ معني لو قلت لك ما تبقاش مفاجأة أم ولا أنا عارفها إزاي يعني؟ لما تفضتها يعنيك إيه؟ هتلاقيها جدامك ليه؟ هتنزل من السماء ولا هتطلع من الأرض؟ زي ما تيجي بجا فتحل والله العظيم لو ما قلت لي حخصمك طيب بديني يومين وحاجولك أصلي مش متأكد مية في المية دلوقت مش متأكد مية في المية؟ طب بديني أمارة شوف يا ستي انت هتفرحي وهتفرحي جوي كمان لا بقى أنا كده تلخبط يومين يومين بس بس أنا مش هفضل في باشنين يومين برضو حاضر يا أمير أنا يا ستي هوضف لك سفرك للمحروسة وأتأكد أنه مستنيينك وفتحين الصراية والخدمين موجودين وبعد أكرا إن شاء الله هنكون هنا بحبك بحبك يا فتح الله مرحبا يا بونس مرحبا يا بونس بجعلك هنا كتير لا أبدا يا دو بس مصي ساعة بجعلك حذرني أحكيلك على كل اللي حصل لنا أرضا بس الأول شيخ بلدنا أخبار وايق لا الحمد لله باجأ أحسن وليلا عندنا عشاء بالمناسبة إن الجامعة الصوفية ولادة والعزايا وحيختموا القرآن الليلة وحيمشوا مكرا وإن الحج يوليس مستنيك ضروري وإن هروحك إن شاء الله إحكي باجأ حالا شرع نعمين يا جناب العمدة فين المندوق هو جالي إنه هيكون في تعريشة غنيمة مع حد من جرايبه ووصل إبارح من الليل هو ده لو أهله ولا جرايب أعيدو شايع غفير ينبق عليك ونا عندي هنا بعد صلاة العصر وغفير تاني نقول لك روحي انت بذات نفسك من ده لعلام الإرواني هيوة جناب العمدة بس أعلم به ما تعرفلوش مطرح ولا بيبان إمت هتلجاه في عزبة الصيادية عند الرئيس عبد التواق نبق عليها نفس الحكاية تكون عندي بعد صلاة العصر تحت عمرة كبه تحت عمرة أخبارك لا أخبارك إنت الأول جل إيه اللي حصل من عرضك أقول هام العروسة هامة ألف مبروك أهو البشاير بدأت تهيل ورا بعضين الأول نعمة وبعدين اسماعيل وبعدين أكد العروسة نفسها فولد أنا ما سألتهاش إنما عن ذاتنا فساني بعد ما جبنا اسماعيل ما فرجتش كل اللي تجيوه ربنا كويس نعمة بالله إنما تقول لي بقى تملك كده متاخد كده وزا ما تكون مش مبسوط يعني كان ممكن أكون مبسوط على آخر النردة بس بس إيه يا جناب العمدة نوراي عليها تصليب الدماغ ما شفتهاش على حد الأول صممت إن الدام تجرب لهاش وبعدين ما تصحوا ألف سيف لازم تقدش هور الحمل لحد ما تولد في صراحة البرنسف المحروسة طبعا جانبك وفك ليه طبعا يعني؟ حضرتك بتحبها يا عمدة والحب مش عايب نخجل منه بالعكس اللي احنا نتباها بيه لين نعمة من ربنا والقرآن بيؤمرنا وأما بنعمة ربك فحدث طول عمرك بتغلبني في الكلام خصوصا بعد ما رجعتم الشاعب المهم قل ليه هما جماعتك ما بيظهروش نوراي ليه من ساعة الصباحية ما شفتهاش طب تصدك بالله إن أنا كنت جاهلك بالوقت عشان موضوع عيد الموضوع الأولاني جاه يقول لك إن أنا لجيت المحل اللي حنعمل فيه المطبعة في كفر الشيخ والموضوع التاني جاه يستأذن عشان جامعيتنا هيجي يزور الهانم جامعتك المعارضة بعد المغرب ما عبدي يروح؟ ما عبدي يروح ابن عمي؟ أولا إحنا عزين نتفك على حاجة هنا ما يعرفوش ابن عم دي معناها جوزي فأنت لما تحبت نديني قولي بشير أو يابي يونس بس حاضر وبعدين إحكايت ما بدي نروح دي إحنا مش بالتفكين ساوي وقلت لك أخد معاد من فتح الله؟ بعرف تؤذرني بس يونس لصغير مرت فجأة وما فيني يقتركه لحاله يونس مالو مرض إزاي يعني؟ ما بعرفوش لقيته نايم وما تلع يلعب مع رفقاته مثل كل يوم حطيت إيدي على راسه لقيته مثل النار وحلقه عم يوجعو وهو فين دلوقت؟ ستة أختته عنده تحت لترقية بسم الله الرحمن الرحيم رجيتك واسترجيتك من إن بشير ابوك ومن إن فد يمك ومن إن رودة سيتك عمي ليه يونس يمك؟ محصود يا دناي وديني برجيه ومن إن كل اللي شافك ولا صلاش على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بعيد يا إبليس يا ملعون بعيد يا إبليس شعودة لهم تعمل خالتي بشير؟ دي بتطرد الشيطان عشان يبايد عنه أهو نام أهو نام يا دناي بإذن الله الشافي المحافي هيصبح زي الفل ولا كإن في حاجة الحمد لله البركة في نفسك الطاهر يا حج بس نحن بنعمل عنا الرقوة بشكل تاني بالشاع يغتمش كله لله سبحانه وتعالى يبقى كله واحد أهراج باجا فادية أنتسيب يونس في حضن سيته ونروح إحنا باجا مشوارنا لا تشبرني زور الناس وأنا بالحالة الله يوفقك ما فيني روح جامل حدا وترك ابني مريد فادية ما تصلبش دماغك أنت كده بتحرجيني مع العمدة يعني ما فيك تعتذر منه ما ينفعش مرات مسافرة الصبح وحترجع إن شاء الله من محروسة بعد تسعة شهر باقي تسعة شهر ما فهمت عليك مرات وحالة ومش هترجع من محروسة غير بعد ما تقولك ايه تقبرني هلأ أفهمت عليك إذا كان هيك رح أغير تيابي وأجي معك هو دا الكلام وأنا خوش أطمن على أبويا واجه إخصى عليك ولد من دول أولاد عملت إيه بس وكمان مش عارف عملت إيه لا دا انت فوقت الحد وغلبت الكل في البجاعة ايه ايه مالكم فيه ايه يا جعفر مزعلة بوقلي ايه يميت باللمع عملت له حاجة ماني جاي يقوله إن حمد بعث لي جواب ومأمني السلام لعمه ويا دوبا قلت الكلمتين دول ولاجيته زي ما انت شايف كده نازل فيه يا شتيما وبهدلة من غير أي سبب ايوة ماني خلاص بقيت مجنون واهبل وبخانت دبا نوشتي العفو يا ابا انا مكتوبش أقول كده نهائي مالجسط إيه جسط إيه يا ابن الحجة راضة ها جسما بالله لو لني تعبان وعيان ومش قادر أصله بطولي لكنت ضربتك على أصداغك انا اجل حدك اهو اضربنا على أصداغي يا ابن وولا نولا كلم قادر تضربني بيه خلاص يا جحف خلاص يا ابن عربوك السعاد ايه ده بس كده يا ابن عشان خاطر وقولي جحف ومزعلك فيه بالصحة من يوم ما راجع لوحده وسببنا عمو حدل انجليز وهو عارف اني بالي مشغول جد ايه على حماد وكان سمعني بودانه واني بزعك بعزم ما فيه وقولي يا رب سمعني سمعني يا رب لاني هملت في الأمانة اللي سبها لي اخوي وكنت بزعك بعين وحسي وقولي يا رب لو مرجعش حماد اني حمود بحصرته وبعد كل صلاة كنت باجهر بالدعا وقولي يا رب يا رب بيين لنا فيه أمارة تريحنا او ادينا اي خبر عنه يغل رجع والنادلة ده سمعني وساكت ما بينطقش بكلمة واحدة وهو عارف حمد فين وبيعمل ايه وبينهم كتير ومرسيب وفين وفين لما جاني النهاردة عشان يقولي شوفتي يا سبشير ابوك زعلان ليه ايه الكلام ده يا جعب البرود ده كله جالك منين يا اخي ده اول جعب يجيني منه يا اخوي والله العظيم انا فيه عشان يجيب لك الجوابات اللي بجي لك منه يا بونا كنت خلاص هجع كفاز ايزال ابوك وحركت دمه على العجهي افار مجلش خلاص روح انت دلوقت بسيبني مع ابوك ونبقى نتساير وتفهمني مجلش يا با ليه خيابت عالزو غيارة با هنت دي السابني ما سمعتش بقية الحكاية داني بسأله وبقوله ازاي يا جعفر ما تقوليش من نهارها ان حمات بيبعث لك جوابات وبترد عليه يجوم يقولي هو بيضحك والله ما جاش على بالي يا با شوفت شوفت الاستهتار واصل لحد فان ما فهمتش حاجة من جوابك الأخران يا جعفر كلامك كان ملفوف ومش دغري ما رستنيش على أحوال ردوانة ولا قدرت أعرف منك إذا كان الجواب اللي بعدت أقولها وصلها ولا لا عايزك تهتم بالموضوع أكتر من كده يا جعفر عايزة تطمن وريح ضميري ويه أخبار عمي؟ صحيته زيها؟ أرجو إنك تكون تمنت علي وقلت له إن أنا في أحسن حال ومقصود جدا من الناس اللي هني إنجليز وهندوى وعلى فكرة أنا قريب من بلد اسمها السيرينجار في ولاية اسمها كشمير مليانة جوامع ومسلمين يامة وكلها جناين وخضرة جمال رباني سبحان الخلاك عموما الحرب إذا ما سمعت من الضباط الإنجليز هنا على وشك تنتهي وغليوم تغلب وجيشه والجيوش اللي معاه قربت تسلم خلاص لا يا اب الحكاية مش حكاية حماد وجاوباته أنا مش تاه عنك في حاجة شغلاك ومقدراك وما ينفعش تخباه على ابنك الكبير ابن الكبير اللي سابني وسافر واستوطن بر الشام واتجاوز من هناك وخلي بياد عني وعن أهله وناسه ونزموا إيه الكلام دلوقت يا حاج هو أنا مش شرحت لك ظروفي وقلت لك على اللي حصل بيني وبين الولي العسمالي اللي فضل مطردني وطفشني من جبل لبنان على بر الشام وعسكروا اللي فضلوا وراي عايزين يكتلوني دولي النسايبي أو يعني الناس اللي باجوا نسايبي بعد كده حموني وخبوني واشتروا رجابتي وجابولي العفو من الولي أيوة أنت شرحت وأنا جبرت وفهمت لكن إيه باجا حجتك دلوقتي هو دلوقتي في إيه ياه؟ هو أنت مش ناوي تسيب بشنين والسخاوية وتنزل كفر الشيخ وتفتح مطبعة هناك طب وهي كفر الشيخ دي فين ياه؟ ده بينا وبينها فارجة كعب يعني والأرض أرضنا يا ابني اللي مخدمتهاش ومدتهاش حاجها من يوم ما سافرت وحتى من قبل ما تسافر كنت مجهول بعلامك بس أنا باجا في الوقت دي كنت لسه بصحيتي وعفيتي وكنت جادر إني أبشر الأرض والتملية والمزارعين والمستأجرين ده إلى جنب مسؤوليات مشيخت البلد لكن دلوقتي أنا خلاص كبرت ومعدتش جادر وبيني وبينك في الكام سنة اللي عدوا دول أنا كنت رامل حمله كله على اكتفى أخوك وابن عمك جمت خطفه ورجعه بعد كام شهر مقصين واحد على رجعتك قلت الحمد لله قلت الحمد لله اتحلت ربنا حلها من عنده لكن انت باجا ما كنتش باصص على الأرض ولا حاطت عينك عليها ما انت قلتها يا أبا أبا عارفها أنا بعيد عن الأرض حتى قبل مسافر وربنا سبحانه وتعالى لأنه مش رايد لابجة فلاحة ما زرحش جواحه بالفلاحة لا يعني وده اللي خلاكت هودني على السفر قلتها جدامني اللي عمد اللي فات الحد ساتك فاكر يا أبا طبعا فاكر يا بشير الله يرحم في الأول كان معارض وكان بيقول اللي يفرط في أولاده يبقى بيعر أرضه كنت دايماً برد عليه وأقول له واللي يحبسهم جواها من غير رضاهم يبقى بيبورها بعدها الفكرة عششت في دماغهم وجل ما تقول له البشير يطلحها في دماغ فاتح الله ابن الحج اسماعيل يسافر وياه كان غرضه يبعده بأي شكل عشان يقلي طريق العمودية لابنه صابر وأنا مكذبتش خبر وجعلت تزيني على ودان فاتح الله وكان ميال بالأباجر حجست إخواتها اللي حمرت لعنيها قالتلي إيه بعد عن فاتح الله يا ابن يونس ما تقوعش تزيني في ودانه زي أبليس فاتح الله هيفضل مزروح في أرضه زي الوتد والعمدة صادق بيقضها أيام وابنه ما ينفعش عمدة ايه كان نظرها بعيد وبتشوف اللي محدش يقدر يشوفه الله صح يا أبا هو كنت انتو بتنفس عليها انتو الحج اسماعيل وبعدين فضلت هو عليه صح يا ابن الرضا بقلينا في موضوعنا ما لا موضوع ولا حاجة يا ابن المطبعة اللي عايز أعملها في كفر الشيخ دي بالنسبة لي مش مجرد مشروع لا ده حلم يا ابن حلم 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 بيحلم به طول عمري مطبعة ومكتبة يبقى بذرة نور وعلم وعدب طاقة تتفتح تدخل نور النهار في عزي الليل انت بتخطرف ورين ورين لا ما تتسخن ولا حاجة الحمد لله أمال ما قالك اتغيرت يا ابن روحت ورجحت خير ما كنت أما سؤالك عن أحوال رضوانة فكل اللي قدرت عرفه انها مقيمة عن دخلتها في مصر لكن ما عنديش خبر اذا كان جوابك وصلها ولا لا عموما اني بفكر انزل مصر علشان اجدي مصلحة وهحاول بأي طريقة اعرف طريقة واعمل انني جاي من طرف الحجر وضل خلتها يعني هدبرها ما تشيلش همه بس انا ملاحظ يا حمات في كلامك عنها ان الحب اللي كان بتشعل الجواك في الاول اتغير وبتجون ان اللي همك بس ترضي ضميرك تكون شوف تشوفها تانية يا ترى من البنادي اللي انجليز ولا هندية شكلا احنا يا حبت عمك يا دنايا بصيلي يا رضوانة انامك يا حبيبتي اي بقى لها اكتر من خمس جمعة الحال ده عايشة معانا بجسمها لكن عقلها يعلم به ربينا لا يا امه سعب تفوق وتتنبك وترد علينا ما نكلمها وكاد كده لغاية مبارك مش كتير يا فوزية غايته بس نسيبها حبة نرجع نلاقيها في عالم تاني ولا لما تسمع الجرامافون اللي عند الجرام ويكون في دور لمحمد عثمان والعبد الحي حلم نلاقي جموح نازلة محميها وسايبينها كده اخصى عليكم ما جبتولهاش حكمة ولا مشايخ ولا شفتولها ايها صرفة طب ابعتولي قولوا لي تعالي يا امه ردوانا الحاج بنتك لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحياتك يا ست اخوتها احنا ما خلينا طريق ولا باب بلما خدناها ولفنا بيها وكنا هنعمل لها زار لولا بكري وإفلانا ربنا سطر وطلعت بالمعتقل قبل ما خلتك وجرانها ينفذوا المؤامرة ويعملوا لاختك ردوانا ضقة الزار وشغل الخرافات اللي مع الشاشة في دماغتهم دي لو كنت اتأخرت يوم واحد بس كان زمانهم نفذوا اللي في دماغهم يعني يا أستاذ بكري الزار دي مش بردك كبيبعد الجن المؤذي ويحرجوا بالنار يا شيخ حسن انت بديت علامك في اللاصهر وعلى حد علمي انت حفظ القرآن مظبوط الحمد لله يعني عكيد عارف كويس ان الجن ملوش اي سلطان على البني آدمين لا يقدر يمرضهم ولا يقدر يشفيهم ربنا سبحانه وتعالى هو واحده اللي يقدر يقرر مصير البني آدم يا يسعده يا يتعسه يا يمرضه يا يمني عليه بالشفة يعني على كده اللي يمشي في سكة الخرافات دي يبقى عاصي مفيش كلام المهم انت بس قولي انت ايه اللي خليك بكملتش في اللاصهر وحولت على المدارس الاميري اخوي العمدة كان عايزني اتنجل من دسوج واروح على كفر الشيخ وعشان كفر الشيخ لسه مفيش معهد ازهاري وفيها مدارس اميري جل يكمل في العلام العادي يا حسن افان الاستاذ بكر لو سمعت يا ترامين دستور دستور ايه يا حسن ما تدخل يا ابنة تطمن على اختك وانت غريب ردوانا سلامتك يا ردوانا مش سمعك يا حسن حاضر يا ام حزعك ردوانا حسن انت في حسن بهي اتكلمت يا بهي يا ما انت كريم يا رب فيك شيء لله يا حسن فجأة لجيت نفسي باب كني كمان في اللحظة شفت ردوانا عادية خالص وبتسامتها مالية والشهة مع انها كانت ضعفانة ولونها مخطوف لجيت جلبي بيرفرف جوا صدري وعيزها تجوم معايا ونطلع على السطوح وننم البيض منعيشة الفراخ زي ما كنا بنعمل في تسوق يوم الجمعة بعد الصلاة واشوفها جاعدة في الشمس بتضفر شعرها وهي بالدندن بين غلوة اللي بتجول يا ماما بيدا ومين اجيبها طارت يا نينة عندي صاحبها لو سمحتوا من هوانا سكة سكة المين يا باكري الحكيم هيشوف ردوانا حكيم مين يا ابن بهي ده حكيم نفساني يا خالتي صاحبي ولسه جاي من فرنسا قديل وسنة ما عندناش بنات تتكشف على حكم بيقولك نفساني يا خالتي يعني مش هيكشف يا فوزية قالتلك ايه ولما مش هيكشف جايبين والبيت ليه يا امي هيحاول يتكلم معاها ويرقب تصرفاتها وبعدين ما انا وحسن هنبقى معاها يلا بقى الراجل مستني اله يسعدك يا فوزية روح اعمللنا كوبايتين شاي من ايديك الحلوة اشربهم انا وخالتك حاضر ايه ما تعملليش شاي يا فوزية اذا عندك بن كويس اعمليلي فنجال جهوة عندنا يا خالتي بن محوق بالحبهان هيعجبك قوي اله يا رب اشرب شربات فرحك يا نظري جوليلي يا بهي ايه رأيك نعمل زار من ورا بكري من ورا بكري تصار يا اخت زار اسمعيني بس فاتحلى بعد حسن مرسل لبكري علشان ينزلوا البلد ليه يا اخت خير وغلوتك عندي معرف شفتي ردوانا لما جلها اخوها ومسكت في ايديه كده وما كانتش ردي تسيب ايدي هما الاتنين روحهم فروح بعض دونا عن ولادي كلهم بقولك ايه يا بهي انا شايفة كده ان الزار هو علش بنتي وماله يا اختي بس هو لو كان بكري يسافر مع حزن يخللنا الجو ونعمل الزار براحتنا ممنون لك يا بكتور منير علي ايه يا بك ده احنا اصحابي يا اخي وزوملة كمان في جمعية واحدة ايدي اخي وطي صوتك لكل حد من التمع اليوم لابتلين على السلم ولا حاجة على رأيكم تتجاوب فعلا لي منذ الملابش اشوفك اخر النهارة عند الجماعة على فكرة عمر قال لي ان عبد الرحمن فاهمي اكيد جاي للادي على الله المهم انت متنساش تجيبي العلاج اللي انا كتبته لبنت خالدة عشان ده يسعيدها كتير وزايا انا مولتلها هي ليه ما عندهاش حاجة تخوف هي بس عصابها معزوزة شوي بس حب السلامة ونشوفك بالليل ان شاء الله استأزنا معارك سلام الحكيم جال حاجة تانية يا استاذ لا ده احلا قلنا بس نتكلم في شوات عبور تانية المهم قولي بلغت اللي قالوا الخالتي وخالتك وطمنتهم ولا لأ ايوه وبعتوا رجحة للبواجي تجيبوا الدواء تسمح لي بقى وصع لك الرسالة اللي اني جايلك بيها من باشنين تعرف يا باهية ما كانش لازم نسمع كلام الحكيم دي ولا نجيب الدواء من اصله زي جلته يمكن ربنا يجعل فيه الشفا انت مش سمعت حسن بيقول ان الحكيم جاله ما عندهاش حاجة وانها حالة نفسوية وحتروح لوحدها وكتب لها الدواء ليه مجويات اكمني يعني بكر جاله انها ما بتاكلش ايه المهم انها تتفسح وتشم هاوي بدل الجاعدة دي تفسحها يا اختي تفسحها كل يوم انا بس لي يا رأي عايز اقولهولك وفكاري فيه على جنب كده لوحدك جولي يا اختي جولي ردوانا لازم تتجاوز لا لا اسم الله محمد الرحيم اسم الله عليك يا بنت اسم الله عليك اسم الله عليك يقطعني يا ربي والله ما كنت عارفة انها سمعانة سدقيني يا اختي مفيش اللزار عايزين ضروري وعلى واكه السرعة ليه بيقول انه محتاج لك اشد الحاجة تبو انت متعرفش فيه يا عسد والله زي ما انت رأسي اخي العودة ما حدش يقدر يعرف اللي في رأسه إلا ما يقوله هو بس ما يتهاجل كده انه محتاج حد انصحه يوجب جنبيه في هجة الانجليز والسلطة اللي عملين يلموا في الفلاحين واهل البلد والعزب معتبرين ومسؤول عنهم ولازم يرجع لهم ناسهم بصراحة كده معاو حق ما هي دي برضو مسؤولية العود السنة هنصحه بايه وبعدين حسفين له ازاي واسيب اللي ورايه هنا هيشير هادة الجيميلة كبيرة جاوه لو رحتمه طب وانت عايزنا نروح له او شخصها؟ تعال انك شاكف كده ولا هي يا ابن خلتي؟ حاضر يا سيدي انا بس اللي لدي ورايه شوية مشاغل كده قضيها ونتكرع على الله سوا بكرا ان شاء الله انا وانت بس خلت الحجة هتبضل من ورانا هنا زي ما هي عايزة خدمك يا سيد الناس ما تتقدموا هي اللي عندك دم يا جدا عندي انت طرف صغافير سوا يا حنا اضربوا ليه؟ يا سيدنا نفر ما يختشيش ولا يستحيل حتى يقعد في حضر الجنابة ويمصك يا صادق يعني ارمي النعمة؟ ولا يعني يا اخو يرمي النعمة؟ ايو 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 عناك فيها ها؟ طب كده خدها خدها لسه فيها مصتين ثلاثة خلاص يا مندو امرك يا سيد الناس وفين شرف يا حنا في عزبة الصيادين يا سيدنا وزمانه جال احناك من بدرب العفو السماح يا سيدنا اصل علام نزل مع الرئيس عبدالتواب في سوق بيالي وحشا كده استنتهم لما يرجعوا هو اعلام فا تحت عبر جنبك يا سيدنا واني مستعد احلف على مصحف اني شوفت بعيني حشان الساكت وهو عرض مجاور وبينولوا العساكر الانجليزي اللي كانوا في الطنبيل الكبير دي اللي العمزة السندوق اسمه كاميون يا شميس كاميون لا الكاميون ديه حاجة تانية اني سمعت واحد من عساكر المدرية بيزعج ويقول ارموهم في البوكس يا اخوة منك ليه بلا فالفاسة فارغة كاميون ولا بوكس ولا حتى ايه باللازي خلونا في حكاية حشاد وانت زعلان ليه انه حشاد يكون في وسطهم يا شميس ماهو زي زوايبا جيت المنصر اللي شغلين دلوقت في خدمة الانجليز اصلا كام منهم ولاد الليل اللي حباسهم العمدة في الطحونة الجديمة وبعدين سمعهم بوسطة ابن شيخي البلد انت تقصد يعني علشان حلفوهم عالمسخف وهم دول بردك ليهم حلفان ولا يعرفوا كتاب ربنا حدي والنابت خلونا في مصيبة الناس اللي جريتهم والسلطة وكشفت بيوتهم الا عملت ايه الست جماعتك يا سعداني مع جماعة مجاور زي ما اتفاجنا يا عبادي احنا مش هنتيكل على الصدق اللي بيرميها العمدة احنا هنسديلها كل طلباتي وطلبات عيالها كمان سلام عليكم يا تنابلة قال لا ليه كده يا سجولة كان بلاش السلام والشيتيمة ساوي قال يا جاعدين يتفيكو شر الجيين انتو ليكو انت تحدتو سعلانين عشان بجلكو يا تنابلة اما لتبقوا ايه لما تسيبوا الارض اللي مأمنكم عليها الحج عبدالخالب وفتح بيوتكم لشوية عواجيز تمالية وعبيد من اللي كبروا في بيوت اصحابهم ولا لهم لا في ارض ولا فلاحة ولا غيرها وجاعدين تقول النهار تتفلوا في الشمس لغاية الشمس ما تنزل في تعريشة غنمة وبهانة وتجيبوا فسرة الناس تبقوا ايه بالزبط وانت بتكلمنا بصفر ذك ايه يا سجون لا انت عني يا اخوة صاحب ارضه ولا في بينك وبيننا معاملة من اصله ولا هي جنزحة فرغة والسلام ما انت عارب علشان يتحنجل جدام جريبه ويفهمه ان هو اللي شايف مصالحه الكلام ده ليه يعني؟ ايوه ما انت عمل لي فيها ابو النطين انت بتقولي يا تملي يا ابن التملي حظك حلو انها خيبت وإلا كنت انت فا انت متراحك طب سيب الخرجان اصلح لك سيبها له سيبها له يا عباده وخلينا نقص الشر وخلي هو كمان يروح لحاله يلا اتكل على الله يا جاوي يلا روح لحالك روح الله يسألك انت تجرى علي يا شعجالي وصي على جره علي وصي على جره علي وصي على جره وصي على جره مين بيتخانج مع مين؟ مالك ومال شلة الانس دي يا جولي زي ما انت شايف يا شيخ الغفر دايرين طول النهار يشتموا في العمدة وكبرات البلد وبيحردوا الفلاحين يسيبوا الارض عشان تبور وتتباع بتراب الفلوس للخواجه مفس اليهودة بتاع المنصورة ينهل اسويد عكدف بي اولاد جاب الكلام ده من اين المفتلي ده؟ انا عايزك تهلفه على المصحف يا شيخ الغفر اللي ما حد فيني هوا بالمنصورة في عمره الكلام ده مش معجول يا جولي مش معجولة حيتصلوا بالخواجه ماكس واحنا ما ناخدش خبر ولا احنا باجا غفر كده وكده يا دوب ميس يلعبوا عليه العياد اسأل غنيمة وبهانة اسألهم عن ايه بالزبط يا غنيمة عاوز ايه يا شيخ الغفر هد بهانة وتعالوا شيخ الغفر عاوزكم يا تلتمائة الف مرحب لحضرة جناب شيخ الغفر احنا خدمينك يا شيخ الغفر من اللي كان بيجي من المنصورة ليلة السبت كل جمعة ويخليك تفتح له بعد ما تشطب ويجوا التلاتة دول وراه ويدخلوا وانت تكفل عليهم خواجه ماكس بتاع المنصورة ده جا كده جروهم يا غفير مين ناكلوها على بيت العدة لما تشوف حكايتهم ايه؟ مش في سلطتك يا الوان تلم الأهالي وتحبسهم من البابل الطد ومن اللي قالك انهم من البابل الطد عني شاعد على اللي بيعملوه واني بنفس اللي مبلغ شيخ الغفر استنى انت يا جولي وروح للحج عم خالق جالي بالدنيا عليه عمو يا عم خالق جالي بالدنيا علي طب يمين بالله ما حد يجالي هده ليه قلتلك اتوكل باجة على الله متشكرين على كل حال تعالى باجة يا سيمشريكي من اللي طلعها في دماغك ان اللي حصل به مش في سلطتك محدش يا الوان التعريش على السكة يعني تبعانا يا السلام يا أخي رسيمها اياك بالشعرة اجري اجري وبجا تمحك في حاجة تستاهل وبلاش خهابة اسمع يا الوان ما تطولش لسان لو تقولت لسانك هتطول ايد يا الوان هتطول ايدك ازاي يا هارة الغفر هتجرب لي لا حاول ولا جوة الا بالله عموما احنا لينا كبير يترد عليه شرق استاذن على جناب العمر جنابه مش فاض عنده ناس ومنع اي حد يدخل الا لما يعمر هو وليه المعاملة دي يا سيدنا المعاملتها يا عاملة لما بجا مرسلك الخصوصي اللي ما خيبتش فايوها مشوار وكنت بجيبلك التايع تيجي دلوقتي تبعتني المأمورية واني ماسك في ديل الشخص دي اللي من اعرفوش اصل ولا فاصل يبجأ يحجيلي ازعل وعاتي بجنابك ولا لا الشخص دي اني المندوح انا في المحلاء بالجودة يا سي المندوح بس اني ما عرفقش واني اللي هتكلم يعني تسكتوا وما حدرش قطعني يعني مش باعتك ماسك في ديل حد علا لكن المندوح دي عارف اخر بش وارك فيه وعارف المكان اللي انتوا رايحينه وحافظة الصحرة اللي هتخوضوا فيها الصحرة انه بادي مش وارك في الصحرة والمندوح دليلك وفحميتك اهمني فهمتك يا سيدنا والراجل اللي انتوا رايحين له شيخ عرب محترم مش هيجي بالعافية لازم اكتنع علشان يرضي يجي معاكم وانت الوحيد اللي هتعرف تجنعه يا علاق طيب جنابك مش هتقول لي على اللي هجنع به الراجل اللي لا دي بعد صلاة العيشة هتجولي هنا وحاقول لكم على كل حاجة وهو كذلك يا سيدنا واني اتوكل على الله يا جناب العمد قبل ما تسافلوا ومن دلوقت من دور انت دليل علام دليل علام وانس الصفر وبس كلام اللي حيقوله هو اللي حيتنفذ ولو راجعتوله مجبورين الخاطر يكون عندي حلوان كبير احنا نخدم من غير ولا مليم يا عمددن ده رضاك هو حلواننا يا ابو اسماعين قواتكم تكونوا ملاك ارض واصحابتين ربك كل حاجة علوان طلع راجل وما تنجيش كلمة وخلى الغفر بتقول اموهم ويجمعوهم في الحافة انت مفجوع يا ولا ما تأكل على مهلة معلش يا ابو الحاجة أصلي بطاطة مع السيدة جوه سخنة وده اللي مخوفنا عليك يا حمار انت السيد الواد خيشة السباع اللي راح في أكل البطاطة زي دي لما هبر كل كاعة لزجت في زور الأبعد خلاجته وفطس في سايدك ايه وفاكي يا ساتر يا رب ده كان منظري شايد لكن جانبك ما قلت ليش كنت جالب الدنيا علي عشان ايه طوك ما افتكرت نهيت حكلفك بمأمورية عايزك تنفزها والتصاحي ومكتوع له هتبعتني البرولو السنة عشان اجاب لي العمدة واللي عاوزنا ادور لك انا صابر لا دي ولا دي وصلنا المكان من الكلام العبارة تخص عبدالله جوز بنتي عبدالله الحسين اخو العمدة ومال انا مجوز بنتي المين يا معاصر ما شواهد كتير بتقول اللي حاله مجلوب وشايف له شوفة معاملته اتغيرت له مالخير يوماتي اتعارك معاه ما بيقعدش في الدار والله انت سهراء بره ما قلتلك يا باحش انت اللي ما سمعتش كلامي اترجيتك حبيت على مداسك اني اولى بيهم لكن انت زخ في عينك اخ العمدة كنت عشمان يرجع عمدة بعد اخوهما ما اي يا عمدة ما بجول بلاش احسن اهل عمدة فاتح الله لسه تحز شبابه واخواته الاتنين طرم الحسبة بعد اما الجازي جابته اسمال عليه اسماعيل الصغير اللي حيبجى عمدة بعد ابوه ويظهر ان سلسل الحسينة السوالم انضطع بعد صابر ايه ده كل يا غالب بتحسبها ازاي اما انك حلوف صحيح ده مش حسبة ايه ده حسبتك انت قابل حاجة والله ما انت فاهم حاجة واعسن لك تاكل بطاطا كمان عشان تلكمك ما تنتقش خلاص ما لاش الكلام اللي زعل دي بعد المكتور عبدالله واجيب لك جراره ناوي تعمل معاه ايه ما لكش صالح بالله هعمله معاه او مع غيره ما ينفعش كان لازم تمسكوا في اخناك بعض وتضربوا بعض قدام الناس ولا تجوموها حرب من الغفر بتاعكم وكده تبقى الحرب خلصت في اوروبا وابتدت هناك باش نين بعد اذنك يا جناب العمدة انا عمدت اللي شفته صح ورميت التلاتة المشاغبيين دول في بيت العدة لغاية معرض امرهم على جنابك الليلة بعد العشرة لجيت مش ريجي نططلي ومتعفرق هو اللي شتاني وهزاجني قدام الغفر بتوعية جناب العمدة ايه بيعملني زي زمان لما كنت تحت ايه ما نفعش التكسيمة ما تنفعش والبلد مش هتستحمل اتنين شيء وغفر مش ريجي تحت امر الجناب انت حتكون وكيل شيخ الغفر حتنوب عنه لما يغيب او يمرض وشغلك حيكون في عزبة السخوية والعزب اللي حواليها علشان ما تحتكش معي الوقت والكلام ده حجيب به امر مكتوب من المدرية تحت امر الجناب روح انتهى ونفذ من بكرة خاضر يا سيدنا استأذن اني كمان يا سيدنا تستأذن فان يا امير رايح فان امرك مين اللي صلتك تلم الفلاحين وترميهم في الحبس ايما تصلت يا جنابي العمدة همان لما كنتش عارفني وعارف ان دماغي دي ما يقدرش حد يجرب منها الا اتنين قاني وعدم المؤخذة جنابك واني مش هبتحها معك محددة بس انا ما صدقتش من كل اللي قلته ده غير حاجة واحدة اني عارفك واني مش عارفك وبس هني حفظك وممكن اقول لك على كل حاجة هتعملها من ساعة ما تخرج من هنا وتروح تصهر عند السوق يخداره وتروح بكه وتصحبه قرارف الجيه خلص يا سيدني اللي تقوله هو الصح المدام اللي بقوله هو الصح من الشيطان اللي وزه حقولك يا سيدني الشيطان قاني ذات نفسي قاني اللي الوسواس راكي بدماغي قدوله مده من اللي بيعملوه الكم نفر دول راغي وتصليت الفلاحيين واللعب في دماغتي التملية والأجرية وبصراحة فضلت مرجد لهم ومستني فرصة ألمهم وضايفهم في بيت العدة يشوفوا العين الحمرة وعينا من اللي ممكن يحصلوهم ولبيوتهم علشان يطلعوا بعد كده يمشوا على العجيل ما يلخبطوهوش من غير معرأ من غير مدلك أوامر مالي كنت مستني بعد العشة أجيلك في الروجان وأقول لك كل اللي عندي بعد ما تعمل وتنفز يبجاني طرطور موسيقى 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 لا تقول لي دا المكتوب وحكم القضاء موسيقى موسيقى الموسيقى موسيقى قال له جواب نعمل صواب داكن نصيبك صواب وحسابنا عند الله في يوم الحساب وحسابنا عند الله في يوم الحساب والصبر الطيب الصبر الطيب بحر الحياة متهات وبر النجاة تلغيب وطايحة مرياح الجدر تقدينا دفت حد دي الانتجاه وعجل يهدينا نفادي الخطر ونشك سكتنا في جلب الضباب والصبر طيب الصبر طيب لك كله المكتوب وحر الجدر ولا حل نعيد الأشياء ماشية وردها موت لآدم يشطيش انفطا للصبر طيب الصغير والجواب دعمت صواب داكن نصيبك صواب وحسابنا عند الله في يوم الحساب والصبر الطيب الصبر طيب والصبر طيب واللي يصبر ينول واللي حلم وعيون وصحين يكون وعدوا ان الدنيا دي بحال هنول واسعوا على الله للتجال والركون تلا جتوب العيشة زهزة وطاب والصبر طيب الصبر طيب الصبر طيب اشتركوا في القناة وفي اعتبروا في القناة